تشهد العلاقات الجادية القطرية تطورا ملحوظا في الأوينة الأخيرة خاصة في ظل حرص قيادتي البلدين ممثلا في رئيس الجمهورية الفريق محمد دريزدي بيتنو وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثالي على تقوية علاقات التعاون والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين وقد وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريزدي بيتنو إلى العاصمة القطرية الدوحة بساء اليوم الجمعة الخامس من أغسطس 2022 حيث كان في استقباله بمطار حمد الدولي بعض المسؤولين القطريين رفيعي المستوى وأسفير شاد لدى دولة قطر سعادة علي سوصل ووزير أشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والشاديين في الخارج السفير شريف محمد زين وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة المكلفة بالحوار مع السياسيين العسكريين وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الشادية في قطر زيارة العمل والصداقة التي يجريها رئيس الجمهورية إلى قطر تعتبر هي الثانية له حيث كانت الزيارة الأولى في شهر سبتمبر الماضي وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة كل من وزير الدولة المكلف بالحوار والمصالحة الوطنية الشيخ ابن عمر ووزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية آدم يونس ميه ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله ومع عظم معوني رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني هذا وخلال إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة سيجري رئيس الجمهورية الفريق محمد دريزي بيتنو لقاء مع أمير دولة قطر صاحب السمو تميم بن حمد الثاني لبحث مستقبل التعاون الثنائي بين شاد ودولة قطر خاصة وأن قطر تستضيف فوق أراضيها وبرعاية منها الحوار التمهدي للسياسيين العسكريين هذا وستكون لزيارة رئيس الجمهورية إلى الدوحة تأثير إيجابي على مجريات الحوار التمهدي خاصة وأنها جاءت في وقت تشهد فيه العاصمة أنجمنا الترتبات النهائية وبداية العبد التنازلي للحوار الوطني الشامل الذي دخل في منعطفه الأخير